موسيقى والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف البداية مع الموقع الإلكتروني لابنون 24 الذي كتب قالت مصادر مطلعة أن معلومات يمكن وصفها بالأمنية وصلت إلى بعض المعنيين تقول بأن عملية قطع الطرقات ستعود بقوة في المرحلة المقبلة وهذه المصادر أشرت إلى أن المخاوف تتركز حول ارتفاع جنوني للدولار يؤدي إلى تحركات شعبية منظمة وقطع طرقات تحديدا في المناطق ذات الطابع المسيحي ننتقل إلى اللواء وفي منشات اللواء أكدت مصادر استفارة الأمريكية لللواء أن السياسة الأمريكية حيال لبنان تقوم على عدم التدخل لكننا نتمنى على الزعماء والسياسيين الذين التقتهم السفيرة تشاي التحرك بسرعة لتشكيل الحكومة من أجل معالجة الوضع الاقتصادي وتوفير الدعم الدولي وإخراج الشعب اللبناني من أزماته لذلك لا توجد مقترحات أمريكية حول ما يجب أن يحصل بل على المسؤولين اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم كما ذكرت مصادر تابعة اللقاءات عن قرب ألا شيء جديد نتج عن الحركة الدبلوماسية التي جرت لا فكرة ولا مبادرة بل مجرد استطلاع للوضع والتطورات حتى أن مصادر بيت الوسط أكدت لللواء ألا جديد لدى الرئيس الحريري رجحت المصادر أن الخلاف يدور حاليا على حقيبتي الطاقة والداخلية التي يحاول الفريق الرئاسي الحصول عليهما فيما يعارض بقية الأطراف هذا الأمر وأيضا تتحدث اللواء عن اللقاءات مع البطرييرك الماروني وتستبعد المصادر التي تحدثت للواء أن يزور رئيس التيار الوطني الحر الرئيس نبيه بري قريبا للبحث بملف الأزمة الحكومية كورونيا كشفت مصادر مواكبة للاجتماع لصحيفة اللواء أن النقاشات داخل هذا الاجتماع للجنة كورونا توزعت بين موضوعي كورونا والمواد المشعة ولفتت إلى أن وزير الصحة عرض للوقع الصحي وقال أن هناك لقاحات من شأنها أن تصل حتى نهاية العام الحالي وهناك سبع مليون لقاح سيستخدم من أجل تلقيح 3 مليون ونصف مواطن مشيرا إلى أن لا مشكلة في لقاح أسترازينيكا ننتقل إلى الأخبار حيث علمت الأخبار أنه بدأت تنتشر في الساعات الماضية معلومات عن حل حل ما من جانب الحريري تحديدا فيما يتعلق بعدد الوزراء في الحكومة حيث يقال أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقبل بزيادة العدد عن 18 وزير كما علمت الصحيفة أن الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث قال الحريري أنه لم يعد متمسكا بالحكومة من 18 وزير مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المعطل ننتقل إلى الديار وفي الشأن الحكومي كتب علي ضاحي الحركة الدبلوماسية تحت الرصد المحلي والدولي ولا جديد سعودي يقول أن هذه الحركة الدبلوماسية الكثيفة حركة بلا بركة كما تؤكد المعلومات للديار منذ عودة البخاري إلى لبنان منذ أسبوعين برزت حركته اليومية بين مختلف المقار السياسية والدينية والحزبية وبعد انقطع لأكثر من ثلاثة أشهر عن العمل الدبلوماسي في لبنان ومكوثه مع عائلته في السعودية لأسباب يبررها بأنها بسبب الأغلاق العام وتفشي كورونا بشكل ضاري هذه الأجواء التي تقرأ فيها أوصات قيادية بارزة في التيار الوطني الحر للديار وجود مقاربة جديدة للسعودية ودول الخليج العربي في التعامل مع لبنان ومن منطلق الشعور أن البلد في خطر كما تؤكد أن رياحة تسوية في المنطقة ستلفح كل الملفات من اليمن إلى العراق فسوريا ولبنان لكن الأوساط تستدرك بالقول هذا لا يعني أن التسوية واقعة غدا وأن السعودية ستحتضن سعد الحريري وترضى عليها وتفتح أبواب السعودية أمامه أو أن يغمر البخاري نواب حزب الله تفاصيل أكثر في الديار ننتقل إلى نداء الوطن والموشات حيث كشفت مصادر لنداء الوطن أن اجتماعا أمريكيا أوروبيا سيعقد عبر تطبيق زوم بعد غدا الأتنين سيتناول الوضع في لبنان لناحية تقويم ما وصلت إليه الأمور تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يشمل التباحث في مسألة فرض عقوبات مشتركة على المعرقلين كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة في الوقت نفسه تشهد الساحة الداخلية حراكا ديبلوماسيا مكوكيا تقول لنداء الوطن هذا علما أن أوساط مواكبة للحراك أفادت بأن التقارير الديبلوماسية الفرنسية باتت تملك الكثير من المعطيات التي تشي بأن حزب الله يعمل جديا على نسف المبادرة الفرنسية ويقف خلف تأزيم الخلافات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في سبيل تحقيق غايته بالوصول إلى تسوية من شأنها الإطاحة بمندرجات هذه المبادرة بحسب الأوساط نفسها فإنما لفت السفراء الذين يزورون قصر بعبدة هو حضور الوزير السابق سليم جريساطي طاغي على كل اللقاءات ديبلوماسية بحيث يستأثر بالحديث ويسترسل في توجيه اتهامات العرقلة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى درجة طرت معها السفيرة الفرنسية أنجريو إلى طلب منه إفساح المجال أمام رئيس الجمهورية ميشيل عون كي يتحدث بنفسه باعتبارها تريد أن تسمع رأي الرئيس وليس رأي مستشاريه أيضا من منشات نداء الوطن تفاعلت قضية نشر موقع التيار الوطني الحر الإلكتروني صورة لطائرة رئيس الحكومة المكلف على مدرج المدرج المطار تولت أجهزة الأمن إجراء تحقيقات أولية بالموضوع انطلاقا من كونه يشكل خرقا أمنيا لسلامة الحريدي فتبين بحسب ما نقلت مصادر أمنية لنداء الوطن أن الصورة تم التقاطها من المبنى الرئيسي للإدارة العامة مبنى الحوت الطابق الثاني قسم المالية وسرعان ما دارت الشبهات المتقاطعة أمنيا وإداريا حول موظف يتواجد في المكتب يدعى ألف عين تربطه علاقات وثيقة بالتيار الوطني وبعدما طلبت الضابط العدلية في المطار من مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التوسع في التحقيق ربطا بتعامل التقارير الأمنية مع الواقعة على أنها تشكل تهديدا لأمن الحريري وحركة طائراته علم بحسب نداء الوطن أن رئيس التيار جبران باسيل مارس ضغوطا على القاضي عقيقي طالبا منه صرف النظر عن الاستماع لإفادة الشهود وختم المحضر باعتباره مجرد محضر معلومات من دون التوسع في التحقيقات الختام مع الجمهورية حيث كتبت نقلا عن مصادر سياسية مسؤولة أن حركة السفراء في اليومين الماضيين واللقاءات التي أجروها عكست ما يمكن وصفه بأن الكيل الدولي قد طفح استياء من التعطيل المتعمد لتأليف الحكومة هذه المصادر أوضحت أن تأكيد السفراء على حكومة اقتصاصيين برئاسة الحريري جاء كابحا ومفرملا للجهود التي يسعى من خلالها بعض المعنيين بهذا الملف وانطلاقا من عوامل شخصية لترحيل الرئيس الحريري عن رئاسة الحكومة واستبداله بشخصية سنية أشارت المصادر إلى أن موقف السفراء هذا ألقى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية على أن اللافت للانتباه في الاستدعاءات الرئاسية لبعض السفراء أنها جاءت على نحو مخالف للهدف المتوخى منه حيث أجمع كل المتتبعين لها بأنها هدفت إلى محاولة حقن الجسم الديبلوماسي في لبنان بشكوى من الرئيس المكلف وتصويره عاملا معطلا للحكومة متجاوزا للمعايير التي ينبغي أن يعتمدها في تأليف الحكومة بالتالي استمزاج الرأي في مسألة اختيار بديل لأن النتائج جاءت عكسية وحملت في مجملها تأكيدا على دعم الرئيس الحريري على رأس الحكومة الجديدة وضغطا في اتجاه تشكيل حكومة متوازنة اللافت في هذا السياق تقول الجمهورية أن كل السفراء الذين تم استدعاؤهم إلى بعبدة قاموا بزيارة طوعية إلى بيت الوسط وهي زيارات تحمل في شكلها دلالات ينبغي قراءة أبعادها ولفتت مصادر واسعة الاطلاع إلى أن استدعاءة السفراء أحرجت الرئاسة نبقى في الجمهورية ومقال طارق ترشيشي الذي سيكون معنا بعد قليل عبر تطبيق زوم كتب ترشيشي أي هدف للهجمة ديبلوماسية العربية الغربية يختم مقاله أن الملف الحكومي في ضوء لقاء الاثنين وما حصل قبله ويحصل بعده من حراك ديبلوماسي وسياسي سيبقى مفتوحا ويبعث على الاعتقاد بأن الحكومة ستولد قريبا خلافا لتشاؤم الكثيرين الذين يذهب بعضهم إلى الحديث عن تأخر إنجاز الاستحقاق حتى ما بعد الصيف نكتفي بهذا القدر لأن المدير تحرير صحيفة الجمهورية طارق ترشيشي سيكون معنا للاستضاح أكثر صباح الخير استيستار صباح الخير لكل المشاهدين يعني بالرغم من كل السودوية لقينا بآخر المقال تبعك أنه هل من الممكن أن تولد الحكومة قريبا هلأ حطيت الاحتمالين ولكن هيدا الجملة اللي معا منشوفها بولا معلومة سياسية بهذه الفترة إلى أي درجة هي معقولة تكون صحيحة يعني الحركة الدبلوماسية العربية الغربية التي تشهدها البلاد حاليا في مختلف الاتجاهات لابد أن تنم عن وجود أمر عمليات ما أو كلمة سر ما صدرت للاستعجال بتأريف الحكومة لأنه ما بلغوا الوضع اللبناني من انهيارات على كل المستويات بات لا يحتمله أحد وبات على الجميع أن يتحمل مسؤولية في هذا الاتجاه خصوصا وأننا نعرف جميعا وكل العالم يعرف أنه هناك لعبة نزاع سياسي في لبنان بين هذه القوى والتي بعضه يتمظهر من خلال موقف القوى المحلية يعني الداخلية المتمحورة حول القوى الخارجية نعم فهذه القوى الخارجية في الأساس تعرف أن حدود لعبة في لبنان لها حدود لا يمكن لأحد أن يقبل أو ليس هناك مصنع لأحد في أن ينهار البلد كلية العملية التشنؤ يعني التنازع القائم يعني يبدو حتى الآن بلغ بين هذه القوى بلغ أنه مرحلة يقتنع مع الجميع أنه لا يمكن الاستمرار في دفع الوضع اللبناني إلى الانهيار ويبدو أنهم يعني وصلوا إلى نوع من يعني اقتناع بضرورة تهدئة اللعبة إذا جاءت التعبير خصوصا وأنه يعني ما يدور في المنطقة من مفاوضات فوق الطاولات وتحت الطاولات يشي بأنه في تسويات ستحصل في المنطقة وبهذه الحال أي اندفاع لبناني أكثر إلى الانهيار يعني سيؤثر أو سيشاغب على هذه التسويات خصوصا أنه لبنان الجميع يعرف أنه لبنان يؤثر يتأثر ويؤثر فيما يجري في المنطقة بشكل أو بآخر يعني لذلك هذه الحركة الدبلوماسية بالنهاية ستسمر شيئا ما وأنا أرى يعني أنه ولادة الحكومة قد اقترب لأنه غيرها ليس هناك اقتناع لدى أحد بأن الأسباب التي تساق من هنا أو من هناك والتي يقال أنها تؤخر تأريف الحكومة ليس هناك اقتناع بأنها هي السبب أو هي يعني من الأسباب التي تعوق فعلا تأريف الحكومة أنه مثلا كأن يقال مثلا أنه رئيس الجمهورية قبل بأن لا يأخذ السلسل المعطر ولكن وأنه رئيس الحريري قبل ولكن وقبل أيضا أنه أن يوافق على البحث بتسمية أنه رئيس الجمهورية يقترح اسم وزير الداخلية أو الرئيسين يعني يقترحان أسماء ويتفقان على أسماء مجرد بأن يوافق رئيس الجمهورية على أسماء إذا كنا نريد أن نحتسب أمور سلس معطل أو سلس معطل إذا حصت رئيس الجمهورية وأنا بين المزوجين بضع كلمة حصت رئيس الجمهورية لأنه بضي السول لأن هناك حصة لرئيس الجمهورية إذا كنا سنضع هذا في الاحتساب أنه الرئيس ستة وزراء ويسمي وزير الداخلية فهذا سلس معطل بشكل أو بآخر لماذا تشاطر على الناس في هذا الموضوع والقول أن القصة نحلت طيب أنه ما يقتربط طالما أنه هيك ما في مشكل لتأريف الحكومة إذا كانت القصة المشكلة عندهم عندهم كثير حسابات هل هناك تنازل ما برأيك في حديث عن تنازل للرئيس الحريري عن حكومة 18 وزير في حديث عن مطالبة الطيار بحقيبتين وهون وعلى الآن القصة هل برأيك هيدول قريبا رح يتحلحلوا أو أمتا يعني أنا بتقول الحكومة قريبة هوا في انتظار هذا اللقاء أو الحوار الدولي والمفاوضات الدولية التي ستأتي بنتجة أنا في رأي أعود وأقول أن حركة هؤلاء السفراء ليست تأتي من فراغ لو لم يكن هناك إرادة من دول هؤلاء السفراء بالدفع باتجاه تأليف الحكومة واستعجال في تأليف الحكومة يعني لأول مرة نسمع السفيرة الأمريكية وكمان بيان الخارجيين الأمريكي يشجعون على تأليف حكومة ونسمع الفرنسيين نفس الكلام نسمع سعادة السفير السعودي يتحدث عن تشجيع المنك العربي السعودي لحكومة تلبئ تطلعات الشعب اللبناني يعني عم نسمع من غالبية هؤلاء السفراء العرب والأجانب تشجيع يعني هذا ليس كلاما لا أنا أعتقد هذا التشجيع ليس كلاما هذا تعبير عن قرار نعم في لبنان هناك مشكلة بين القوى المعنية بالتأليف الحكومي في خلاف على الحصص على الحجم على الوزارات على كذا للأسف الشديد يعني كسيرون يقول أن العالم يريد أن يساعد لبنان ولكن اللبنانيين يساعدون أنفسهم يعني هذه الطبقة السياسية للأسف الشديد ما تزاد تبعا في يعني دفع البلد إلى مزيد من البيهار وهي تتصرف وكأن البلد في ألف غير ويعني لا أعرف ماذا تريد هذه السلطة السياسية أو هذه القوى السياسية أن تقتنع حتى أو ترعوي حتى يعني تجلس للطاولة وتؤلف حكومة للبلد تضعوا على سكة الخلاص على الأقل نحن لنطمح بأن لنكون هناك أن لبنان سيعود سويسرا الشرق بين ليلة وضحى هناك مسار طويل لكن يجب أن يبدأ بخطوة هو تأريف الحكومة والبدأ في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي والمجتمع العربي يعني بلد منهار منهار وللأسف هذه الطبقة السياسية تتصرب بعدم مسؤولية مع الأسف وعدين يتنقروا وزير من هون ووزير من هون يكون سبعة أو ستة أو خمسة يعني الشعب اللبناني يعني رح يأكلوا يشرب من هذه الحكومة يعني إذا كان كل فريق بده بده حصة وزارية للأسف الشديد يعني الوقت مش وقت محاصصات أبدا الوقت هو وقت للعمل للعمل الجاد والسريع مش وقت أنه كل فريق يريد أن يأخذ حصة وزارية يعني ما أعرف شو بده أعمل بهذه الحصة الوزارية ببلد تقريبا مدمر يعني ما أعرف شو بفيده مدير تحرير صحيفة الجمهورية طارق ترشيشي شكرا لك كنت ضيفنا هذا الصباح براتطبيق زوم الآن مشاهدين نبقى مع فاصل إعلاني بعده نتابع الحدث مع زميلة نانسي السبع